الفمواج العين طحت الهضرامان فهماش وليدينو رجلين فشلو هدو هما الاعراض ديل الجلطة او للسكتة الدماغية اللي معروفة بأكسيدون فاسكولير سيغيبغال كي يجيو على غفلاء ومنين كي يبانو خاص نعيطو المستعجلات بلا من ضيئو الوقت السكتة الدماغية هي منين الدماغ ما كيوصلوش دم كافي باش يخدم وتقدر تكون بسبب الجلطة يعني كيتسدش عرق في الدماغ وهدي اللي كترى الاغلبية ديل الوقت اولا بسبب عرق الترتق وكيخرج منو الدم طرف ديل الدماغ اللي ما كيبقاش يوصلو الدم كيموتو فيه الخلايا ديلو على 4 ديل دقيق والخلايا ديل الدماغ مني كيموتو ما كيرجعوش وهات شي كيقدر يسالي بالموت ديل المريض نعطوه مثال كل بلاصة في الدماغ عنده خدمة ديلها كينا مثلا البلاصة ديل بغوكا اللي كتكلف بالهضراء والبلاصة ديل فيغنيكي اللي كتكلف بالفهم ديل اللغات ولا عرق اللي غايغضي هات الجوج ديل اللي بلايستخنق الخلايا ما يبقاش يوصلهم الدم وبالتالي الأكسجين والسكار باش يعيشو ومنين كيبداوي موتو المريض ما كيبقاش يهضر مزيان وما كيبقاش يفهم الناس منين كيهضروا معاه الناس اللي عندهم احتمال كبير تجيهو مسكتا ديماغية هم اللي مراد بالطنسيون فوق 140 الى 90 بالسكار او الناس اللي عندهم كوليسترول طالع الناس اللي كيكميو والناس اللي مراد بالقلب وكتجيه كتر عند الناس اللي فوق 65 عام باش طبيبي حط الدياغنوستيك كيعطيه بزاف ديل التحاليل ومن أهم وحدين هما سكاناغ والياغام اللي معروف بالراديو الكبير ومن بعد كيعطيه الدواع على حساب شنو خرج في التحاليل وش حال ديل الوقت داز باش تخنق او لترتق العرق هاد السكتة الدماغية كتاخد بزاف ديل الوقت باش تبرع وكل ما كالعلاج كامل كل ما كالدواع مزيان هاد شي علاش من غير الدواع كيقدر الطبيب يعطيه حصاص عند الكيني باش يعاون المرأة باش يخدم رجليه ويداه اللي فشلو وحصاص عند لغطو فونيست باش يرجع الهدراع ردو البال إلا بلي كمشي واحد أو لوحدة ما بقاوش كيه دروم زيان أو لا فشلو عليه رجليه ويداه لغفلا ما تعتطلوش وعيطون مساجلات كنشكركم على تتبعكم الحلقة وما تنسوش تابوناو وتابونا في فيسبوك وإنستغرام وخليولينا كومنتر التحت إلا عندكم شي سؤال أو الاقتراح اشتركوا في القناة